السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نصائح فعالة للدراسة في رمضان يدرك الجميع صعوبة الدراسة والتركيز في رمضان بسبب تغييرات في الروتين اليومي المعتاد لذلك نقدم لكم بعض النصائح لتسهيل عملية الدراسة وتحقيق أفضل النتائج تنظيم الوقت يعد تنظيم وقت الدراسة والمذاكرة من أهم مفاتيح جودة الدراسة في هذا الشهر الكريم تختلف أوقات الدراسة من شخص لآخر لكن ينصح دائما بتنظيم هذا الوقت مع النوم وتنسيقهما بإحدى الطريقتين التاليتين الطريقة الأولى الدراسة من بعد السحور حتى الظهر حيث يكون التركيز والنشاط في هذا الوقت في أعلى مستوياته ثم النوم من الظهر حتى الإفطار الطريقة الثانية المذاكرة في الوقت بين الإفطار والسحور حيث لا يشعر الشخص بالجوع والعطش في تلك الفترة ثم النوم من السحور وحتى الظهر واستكمال الدراسة من وقت الاستيقاظ وحتى الإفطار لا يمكن الجزم بأن واحد من تلك التقسيمات هو الأفضل لكن ينبغي تقسيم الوقت طبقاً لما تفضله طرق أخرى فعالة للدراسة في رمضان تخصيص 25 إلى 30 دقيقة متواصلة للدراسة تتبعها 5 دقائق راحة للحفاظ على التركيز المطلوب للدراسة تجنب الإجهاد والتعب حيث يمكن التوقف عن الدراسة عند الشعور بالتعب والإرهاق أو قلة التركيز وممارسة أي عمل ترفيهي التخطيط الجيد حيث يفضل تحديد كم معين يراد دراسته على مدار اليوم قبل البدء في الدراسة الاهتمام بمكان الدراسة حيث ينبغي فصل مكان الدراسة عن مكان النوم أو الأكل تجنب لبعض الأفكار التي قد يحفزها المخ مثل الشعور بالرغبة في النوم أو الجوع الابتعاد عن كل ما يشتت الذهن فينبغي تجنب كل ما يشتت الانتباه أثناء فترة المذاكرة مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي استخدام تقنيات سهلة للمذاكرة حيث قد يصعب الحصول على التركيز الكافي للمذاكرة من الكتب الدراسية العلمية خلال النهار وقت الصيام لذلك تعد المذاكرة من الملخصات الدراسية الموثوقة أو الخرائط الذهنية أو أي طريقة أخرى تسهل المذاكرة خياراً أفضل تجنب الضغط النفسي والعصبية بل يجب الحفاظ على الهدوء حيث لا يساعد الضغط النفسي على المذاكرة بل قد يؤثر سلباً ويتسبب في قلة التركيز تجنب شرب كمية كبيرة من الماء بعد السحور حيث يؤدي ذلك إلى الحاجة إلى دخول الحمام بعد وقت قصير مما يؤدي إلى فقد كمية من الماء سريعاً وبالتالي الشعور بالعطش بعد وقت قصير من بدء الصيام بل يعد شرب كثير من الماء بانتظام بين الإفطار والسحور الخيار الأمثل لتقليل الجفاف حيث يؤدي الجفاف إلى عدم قدرة خلايا المخ على أداء وظائفها بصورة طبيعية وبالتالي يشعر الشخص بصعوبة التركيز ضبط ساعات النوم حيث ينبغي الاهتمام بأخذ قصد كاف من النوم تجنباً لقلة التركيز والإرهاق الذي قد يحدث نتيجة قلة النوم لكن ينبغي التوفيق بين ساعات النوم وساعات الدراسة في رمضان نرجو أن تساعدكم هذه النصائح على تحقيق أفضل النتائج في دراستكم خلال شهر رمضان المبارك ترجمة نانسي قنقر